بداية احتفالا بالذكرى التاسعة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب سطر المصرح الوطني محيدين باشتارزي مجموعة من العروض الحية والافتراضية بالإضافة للعديد من النشاطات الفكرية والفنية التي سيكون الجمهور على موعد معها بداية من اليوم الأحد وإلى غاية الثامن عشر من هذا الشهر هذا حسب تصريحات مدير المصرح الوطني محيدين باشتارزي محمد يحياوي فعلا لقد استضاف المصرح الوطني الجزائري فعالية التظاهرة لواحد وعشرين المهرجان الاتحاد الأوروبي ونحن الآن بسد تحضير وتقديم برنامج جديد بعد هذه التظاهرة وبالضبط ابتداء من أربعة جوليا بمناسبة عيد الاستقلال والشباب هذا البرنامج يتمثل في عرض مصرحية في أيضا في ندوة تاريخية وكذلك معرض خاص بفرقة جبهة التحير الوطني لا هو أنه بالنسبة للبرنامج الإلكتروني أو الافتراضي سيبقى متواصل ودائما بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب أكد محمد يحياوي مدير المصرح الوطني محيدين باشتارزي أنه تم استحداث خدمة البيع الإلكترونية وبإمكان الجمهور شراء تذاكر العروض عبر الأنترنت دون التنقل إلى مقر المصرح وذلك من أجل تسهيل الأمر بالنسبة ليا الجمهور وأيضا حماية لأرواحهم من الجائحة تدام من أربعة جوليا بإمكان المواطن الجزائري أن يقتني تذكرة عن بعد عن طريق الأنترنت يعني يحجز تذكيران تاعه ويجي المصرح الوطني الجزائري بدون ما يحكم ما يجي المصرح اليوم هذه أيضا تقنية جديدة ورائدة بالنسبة لقطاع الثقافة هذه من الأساسية أيضا هو حماية الأفراد حماية المواطنين حماية الجمهورنا الكريم من الوباء هذا وصرح مدير المصرح الوطني محيدين باشتارزي أن له تجربة بالنسبة للتنظيم رغم الجائحة لذلك تم التحذير لرزنامة من النشاطات والفعاليات التي سيكون الجمهور على موعد معها هذا الصيف أيضا فيه برنامج سريم وتنوع خلال فترة الصيف وفيه أيضا أيام وطنية لمصرح الطفل فيه كذلك أيام المصرحية للجنوب الجزائري بمشاركة مختلف الفرق المصرحية من الجنوب فيه أيضا برنامج مهم جدا أيضا مع بلدية القصبة هنا بولاية الجزائر في إطار الاتفاق المبرمى بين المصرح الوطني الجزائري والبلدية من أجل تنظيم أيام القصبة المصرحية أيام القصبة المصرحية تنظم لأول مرة وهي تظاهرة سنوية وربما أيضا في المستقبل تستضيف هذه التظاهرة فرق مصرحية إجنبية يشارك فيها المصرح الوطني الجزائري بإنتاجاته المصرحية ومختلف المصرح الجهوية على المستوى الوطني ترجمة نانسي قنقر